ليلا طائرات حربية أمريكية شكلوا تهديدا على الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة كما أنهم شجعوا على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها وأن واشنطن سوف تواصل مواجهتهم لحماية أمنها القومي للمزيد ينضم إلينا في الاستوديو الزميل محمد برويس محمد مساء الخير مساء الخير يوسف مساء الخير مشاهدين الكرام طيب محمد ماذا عن تفاصيل هذه العملية تفاصيل مثيرة في الواقع بدأت في التكشف تفاصيل الغار الأمريكي على معسكري تدريب يعتقد أنه تابع لتنظيم داعش في ضاحية مدينة سبراطا ليبيا وبحسب إفادات مسؤولين عسكريين أمريكيين فقد تم تنفيذ العملية بواسطة طائرتين من تراز F-15 تابعتين للقوات الجوية الأمريكية كانتان مرابطتين في إحدى القواعد البريطانية كما انضمت للعملية طائرات من دون طيار أمريكية آتية من إيطاليا وقد ارتفع عدد القتلى في هذه الغارة إلى 43 قتيلا من بينهم ديبلوماسيان سربيان كانا مخطوفين منذ العام الماضي وتعتقد واشنطن أنها نجحت في القضاء على نوردين شوشان في هذا الاستهداف وهو تونسي تتهمه تونس بالضلوع في تدبير الهجومين الذين وقعوا أو وقعوا العام الماضي على متحف بالعاصمة التونسية ومنتجع ساحلي في سوسا قتل فيهما عشرات السياح طيب محمد هذه الغارات هي تعبير عن تخوف واشنطن من امتداد وتوسع نفوذ هذا التنظيم ما حجم قوة ونفوذ هذا التنظيم؟ هو تخوف واشنطن والدول الغربية بالصفة عامة نظرا لهذا النفوذ المتزايد والمهم في ليبيا تخشى الولايات المتحدة ومعها العديد من دول الجوار الليبي من تمدد داعش في ليبيا خاصة مع تزايد عملياته النوعية ومنها هجماته مؤخرا على السدرة وراس لنوف وتقدر بعض التقارير الأوروبية أن القدرات النفطية الليبية الحالية التي يسيطر عليها داعش تناهز مئة مليار دولار وسيطر التنظيم على مدينة سيرت الاستراتيجية القريبة من الهلال النفطي فيما أشار التقارير أمريكية بداية هذا الشهر إلى أن أعداد المقاتلين في صفوف داعش فاقت الخمسة آلاف مقاتل ويستفيد تنظيم داعش من الفراغ السياسي وفوضى السلاح إذ تاروج في الساحة الليبية أكثر من أربعين مليون قطعة سلاح ما يشكل خطرا محدقا بليبيا وبدول الجوار المغاربي والأوروبي وفي هذا السياق أكدت سلطات الأمنية المغربية أن ليبيا هي مصدر الأسلحة التي ضبطت في حوزة خلية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية داعش وتم تفكيكها في المغرب الخميس الماضي طيب في هذا السياق هل هناك مؤشرات جدية عن قرب التدخل العسكري في ليبيا؟ الكثير من المؤشرات في الواقع تولت من أوروبا ومن الولايات المتحدة الأمريكية تسير في هذا الاتجاه تتوالى المؤشرات على قرب تنفيذ عملية عسكرية دولية في ليبيا ومن ذلك تصريحات روبرتا بينوتي وزيرة الدفاع الإيطالية التي أكدت فيها أن قيادة أي عملية عسكرية في ليبيا ستكون لإيطاليا وأكدت بينوتي على منح إيطاليا قيادة حراك عسكري في ليبيا وكان قبل ذلك إعلان وزيرة الدفاع الألمانية نهاية الشهر المنصر أن الحكومة الألمانية بصدد التخطيط لإرساء مهمة عسكرية خاصة في ليبيا وذلك لمساعدة الحكومة الجديدة في حال تنصيبها على فرض القانون والنظام العام ومحاربة تنظيم داعش من جهتها أكدت فرنسا مستهلة هذا الشهر أنها يمكن أن تنفذ عملية عسكرية في ليبيا في حال تحققت بعض الشروط منها تشكيل حكومة وحدة وطنية في العاصمة الليبيا ترابلس وطلبها تدخل العسكري وصدور قرار دولي بشأنه كما حصل في مالي طيب محمد كيف تستعد بلدان الجوار لاحتواء تدعيات أي تدخل عسكري محتمل بعض دول الجوار قد تتضرر بشكل مباشر في حال وقوع هذا التدخل خاصة تونس بدأت تونس بالفعل استعدادات لما تراه تدخلا عسكريا محتملا في ليبيا إذ أعطى رئيس الحكومة الحبيب بصيد قبل أيام تعليمات بتشكيل لجان جهوية تضم مختلف الأطراف المعنية قصد اتخاذ الاحتياطات الضرورية فيما أعلن الهلال الأحمر التونسي جاهزيته لكل التطورات وقد صدرت تعليمات للولايات التونسية الجنوبية الشرقية بخصوص إعداد خطط عمل للتعامل مع ما قد يطرأ من مستجدات استثنائية هذا فيما عبر الرئيس التونسي باجي جايد السبسي عن تخوفه من التدخل العسكري الغربي في ليبيا وحذر الدول العظمى من عواقبه في حال تم تنفيذه من دون استشارة تونس وطالب السبسي الدول التي تفكر في التدخل العسكريا في ليبيا بمراعاة مصارح دول الجوار وأساسا تونس التي تعاني من تابعات الأزمة الاقتصادية وعدم الاستقرار أيضا والهشاشة في الوضع بشكل عام شكرا محمد بورويس شكرا لك شكرا لك